اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقدت في باريس والهدفة الى دعم المشاريع التنموية خلال فترة ما بين 2017 الى عام 2021 على ضوء انقاد الطاولة المستدرة في باريس بهدف تعبئة الموارد المالية للخطط الوطنية للتنمية 2017-2021 والتي نظبت بنجاح كبير في السادس والسابع والثامن من السبتمبر 2017 من قبل الحكومة فان المشموعة البرلمانية للحركة الوطنية للانقاذ وحلفائها من الاغلبية ايرن دي تيل ريفي واردبي والجمهوريين نعبر الرضاين التام ان الاغلبية البرلمانية تغطنم هذه الفرصة لتعبر عن شكرها العميق لفخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو بشأن التزاماته وعزمه ومثابرته وعتقاده الراسخ لمستقبل شات مزدهرة ان الاغلبية البرلمانية تهني الحكومة من اجل الاجتهاد والشمولية التي اظهرتها طوال هذه العملية من اجل الوصول الى النتيجة التي نعرفها فبينما نحن نرحب بالتزامات جميع الشراكاء والمستثمرين فان الاغلبية البرلمانية تشجع الاخرين لعبور هذا المسار والانضمام الى هذه القاطرة التي تحمل المصالح للمستثمرين وكذر رفاهية للشعب الشادي بعشمعي فبالنسبة للاغلبية البرلمانية فان مصلحة الامة تحل محلل شميل على اعتبارات الاخرى لذلك هو من هذا المنبر نقدم نداء قويا بهدف تشغيل جبهة موحدة حول رئيس الجمهورية والحكومة من اجل تسجيئهم على القيام بكافة المشاريع المزدهرة التي تحتويها الخطط الوطنية للتنمية نعم ان الاختلافات الايدولوجية هي جزء من اللعبة الديمقراطية ولكن عندما يتعلق العمر بشاد وتنميتها وازدهارها فان الوحدة والتوافق يبدو لنا جيدا ان السلام والادارة الرشيدة هما في مركز الخطط الوطنية للتنمية ويشكلان التحديا الرئيسيا لذلك يجب على السلطات العامة تقويتهما من اجل تعزيز طريق التنمية هذه التحديات تدعو مواطنة ووطنية كل واحد منا وتطلب مساهماتنا لهذه القضية الوطنية نحن في مفترق الطريق والعالم ينظر الينا فقط الوحدة والتضامن والتلاهم بين شميع ابناء وبنات شاد حول رئيس الجمهورية والحكومة ستسمح لنا بأن نزدهر ونعد بين الأمم الكبرى قبل أن أنهي هديثي باسمي وباسمي نواب الأغلبية نهني ونشكر جميع الفعائلين في الجانب العام والخاص على حد سواء كل الذين ساهموا من قريب أو بعيد لإنشاء هذه الطاولة المستديرة أعبر هنا عن عميق شكري لهذا الحماس الوطني كما نظم تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل قدمة المواطنين مثلة تأجيد الرئيس الجمهورية لمساعيها التي أدت إلى نجاح الطاولة رمات جبري الأنجمي النتائج الغير متوقعة للطاولة المستديرة التي هققتها البلاد في باريس العاصمة الفرنسية تعتبر خطوة إضافية ودفعة قوية للخطة الوطنية للتنمية في الفترة من العام الحالي وحتى عام 2021 هذا النجاح كان هو الداف الأساسي لرئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين محمود علي سعيد على القيام بتنظيم هذه المسيرة التأييدية للآلية الجديدة التي اتخذتها السلطات الأولية للبلاد لهشد الموارد وفتح فرصا أمام المستثمرين الأجانب المناسبة شهدت حضورا موسعا من أعضاء هذه المنظمة كما أنهم رفعوا عدد من اللافتات كتب عليها إبارات تدوع إلى السلام والاستقرار لأجل التنمية وإزدهار البلاد وانتهى للفرصة رئيس التحالف محمود علي سعيد ليقدم بيانا بهذه المناسبة اليوم في المجتمع المدني مبسوطين واليوم نؤيد شكرنا ونؤيد الرئيس إدريس ديبي إتنو بالخطوة اللي أمس كانت في باريس وخلت المستثمرين يعني يوافقوا بالمشروع التي قدمتها عشان الاستثمار يكون إيجي يكون سنة لتنمية بلدنا أنا هنا في المجتمع المدني بصفة عامة واقفين وراء الرئيس إدريس ديبي إتنو لكي بلدنا تنهط لكي بلدنا تمشي لقدام لكي السلام يستمر لكي التسامع بين الشاديين يستمر ونحن نطلب من الجميع دائما وأبدا خليه يكون وراء الرجل وراء إدريس ديبي إتنو عشان بيهو السل الأمن والاستغرار والتنمية والآفة وهسا الاستثمارات الجاية تستمر عشان ده خلي كلنا نكون وراء ونكون وراء عجلة التنمية الأسادة عشان بلدنا تمشي لقدام عشان النهضة تجي وعشان اليوم أن هنا بلدنا يعني دورة بيهو دور مهم وأساسي دورتنا كاد اليوم قاعدة تلعب دور هنا استثباب الأمني في كتير من الدول الأفريقية والأمني ده كنقاعد ده الاستثمار لسا بجي أميس في الطاولة المستديرة بيهو في باريس ده الاستثمار ده بجي ويساند التنمية هينتا البلد أميس كما شاهدته في التلفاز يعني رئيس الجمهورية قال شنو المستثمرين خلي يسيقوا في الهكومة الهكومة هي أيضا يعني تبز الجهود كله عشان المستثمرين يسيقوا فوقا وانين الشعب في المجتمع المدني وكذاك اتهات جمعات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين واكفين وراءهم واكفين وراء لكومة وواكفين وراء إدريس ديبي عشان التنمية لسا بلدنا ماشي فوقا لتستمر لقدام ترجمة نانسي قنقر